تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت اللي بتمنى منكم تشتركوا فيها سريعا عشان يصلكم محتوىها الأكثر تنوعا على الإطلاق في اليوتيوب بشكل مستمر قصتنا اليوم من الصور قصة بطولية لحارس برتغالي ظهر دون قفزات وقهر منتخب إنجلترا فشو حكايته؟ القصة بترجع ليولو 2004 بطول استطفتها البرتغال تفاؤل هائل لدى جمهير البلاد بإنها حتتتوج باللقب البطول في ملعبها بقودهم المدرب الفائز بكأس العالم 2002 فيليب بسكولاري ومنتخب يملك أسماء فخمة مثل لويس فيغو روي كوستا ديكو واحد أفضل المدافعين في ذلك الموسم أندرادي لاعب دي بورتيفو والشاب الواعد في تلك الفترة كريسيانو رونالدو وجناح بين فيكا سي ماو زاد من مخزون الثقة تتويج بورتو بدور الأبطال في موسم 2003-2004 يعني نفس سنت اليورو وكان مقدم ست لاعبين للمنتخب المباراة البرتغالية الأولى كانت صادمة خسروا مع اليونان المغمورة 2-1 تمالكوا أنفسهم استطاعوا التأهل في النهاية لأنهم هزموا روسيا وإسبانيا الدور الثاني كان من ثمن فرق لأنه زي ما بنعرف وقتها كان الدور الأول من 16 البرتغال عم تلعب دور الثمانية مع إنجلترا صاحبة أقوى هجوم في الدور الأول حيث سجلت ثمن أهداف واللي قدمت دور أول جيد جدا من حيث المستوى منتخب إنجلترا كان بيملك خط وسط كله أصبح أساطير في الأندير اللي لعب فيها جيرارد لامبرد سكولز بيكهام ومن أمامهم مايكل أوين أويروني أحد نجوم تلك البطولة ثلاث دقائق فقط سجل أوين الهدف الأول بخطأ من لاعب خط وسط البرتغال البرتغال كانت متجهة للخروج إنجلترا تبدو في طريقة لنصف النهائي لو لا تدخل بوستيغا بهدف التعادل في الدقيقة 83 في الأوقات الإضافية في الدقيقة 110 سجل روي كوستا ما يمكن وصفه بأجمل هدف إلوه مع منتخب البرتغال قذيف صاروخية لا تنسى اعتقد البرتغاليين إنهم اتأهلوا هاي المرة لكن فرانك رامبرد بعد ركل روكنين أخذ الكرة وسجل التعادل في الدقيقة 115 ليدهب اللقاء إلى ركلة الترجيح في ذلك اللقاء اتقدم بيكهم بركلة الترجيح الشهيرة اللي سددها في أعالي السماء وكان أول مسدد خلال التزديدات الجميع سجل باستثناء روي كوستا سدد بعيد عن المرمى أيضا وأيضا سجل بوستيغا كرة على طريقة بانينغ ووصلوا الفريقين لركلة الترجيح السابعة الحراس شبه عجزين عن التصدي للكرة وهنا كانت المفاجأة حارس البرتغال عم يتقدم بدون قفازات اتفاجأ الجميع بذلك وفاجأ الناس أكثر إنه تصدى لتزديد المهاجب إنجلترا داريوس فازل الإعلام الإنجليزي بعد هذا التصدي قال فازل كان لاعب شاب ومثل الحركة شتتت انتباهه أما الحارس ريكاردو نفسه فبيقول على لحظة خرع القفاز لب يكن هناك مشكلة بالقفازات ما جرى أني تعرضت لثلاث أهداف متتابعة لي كلها في منتصف المرمى وشعرت أني لازم أعمل شيء أشجع في نفسي لأنه فعلا بطأت أفقد الثقة بنفسي لقد كان أهم تصدي في مسيرتي رودني حدث إلهام بإني لو فعلت هيك حنجح بالتصدي هذا الحدث ما كان كل شيء لريكاردو لأنه فاجأ العالم بعد ذلك إنه تقدم ليسدد ركلة جزاء السابعة وهذه حالة نادرة إنه في لعبين آخرين موجودين بقدروا يسددوا قبل ما نوصل لأنه الحارس يسدد أخذ التسديدة وسجل وبات بطل البرتغال وأهلهم لنصف النهائي وثم طبعا وصلوا النهائي وخسروا مع اليونان هذا الحارس عاد عام 2006 وأخرج إنجلترا في ركلات ترجيح وأصبح ريكاردو وقتها أول حارس بيتصدى لثارث ركلات في الموليديان تلك المواجهة بين إنجلترا والبرتغال في 2006 اللي شهدت طرد وين روني بسبب احتجاجه كريستيانو رونالدو ديلي ميل كتبت بعد المباراة الثانية الحارس الذي كسر قلب إنجلترا مرتين جارديان علقت بعض سنوات طويلة على موقف ريكاردو في يورو 2004 وقالت قد يكون آخر حارس نراه بموقف بطولي دون قفازات ريكاردو حارس عنده مسيرة كويسة 79 مباراة دولية فاز مع بوافستا بالدور البرتغالي 2000-2001 وهو اللقب الوحيد في تاريخ النادي وأقصد لقب الدوري وتم اختياره في فريق كأس العالم 2006 ومثل سبورت انجلش بونا وريال بيتس وأيضا مثل لستر سيتي وهنا الضريف بالموضوع أنه اللي تعاقد معانا لستر سيتي المدرب جونار إيريكسن اللي هو مدرب إنجلترا اللي خسر أمامه في يورو 2004 ومونيديال 2006 نوصل لهم لنهاية قصة صورة حكولي شوفي صور حابين تعرفوا قصتها واشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة